احتضنت مدينة ماسينيا فعاليات ملتقى الحوار الوطني الشامل ضم هذا الملتقى عددا من المشاركين من بينهم شخصيات مرجعية تم اختيارها من بين مختلف مقاطعات ولاية شاريبا جرمي حاكم ولاية شاريبا جرمي جيانك سواريه انتهز الفرصة وعشاد بحضور المشاركين وقال ان هذا الملتقى يعد احد بنود المرحلة الانتقالية مؤكدا لدى خطابه مساعي رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق روكون محمد دريس دبيتنو حول تنظيم ملتقى الحوار الوطني الشامل الذي من المقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل من جهة اخرى رئيس بعثة ملتقى الحوار الوطني الشامل بولاية شاريبا جرمي الجنرال لوم هنانسو لينا قال من الصعب ان نعيد ذكريات الماضي منذ ايام الاستقلال وما بعد من الصراعات والحروب فرقم حجم الصعوبات والازمات وتنوع الشعوب الا اننا نسجل صفحة تاريخ لنعيش بسلام موسيقى 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 موسيقى